السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نموذج أسئلة قواعد اللغة العربية للصف الأول المتوسط الشهر الأول الجزء الأول طبعاً كتبت أربع مواضيع اللي هي أقسام الكلام والمعرف والمبني والعلم والمعرف بأن السؤال الأول ما هي أقسام الكلام؟ الجواب الإسم والفعل والحرب سؤال الثاني يجعل الأفعال الماضية التالية أفعال مضارعة ثم ضعها أفعال أمر يطين هنا أفعال ماضي هذا ماضي نسوي مضارع وهذا أمر درس بالفعل الماضي بالمضارع الصير يدرسوا بالفعل الأمر ادرس شارك بالفعل الماضي بالفعل المضارع يشاركوا بالفعل الأمر شارك قاتل بالفعل الماضي بالفعل المضارع يقاتلوا بالفعل الأمر قاتل سؤال الثالث يقول ما الفرق بين الجملتين ما الفرق بين الجملتين الآتيتين جاء نصر جاءت فاطمة جاء نصر نصر اسم مذكر لم تتصل بالفعل جاء تاء التأنيث الساكنة اتصلت به تاء التأنيث الساكنة وفاطمة اسم مؤنث اتصل بالفعل جاء تاء التأنيث الساكنة جاء نصر جاء نصر اسم مذكر ما اتصلت به تاء التأنيث الساكنة للفعل جاء ما اتصلت به تاء التأنيث الساكنة للفعل جاء اما جاءت اتصلت به تاء التأنيث الساكنة واللي هي فاطمة اسم مؤنث اتصل بالفعل جاء سؤال الرابع ما نوع التاء في الفعلين التاليين رسمت الطالبة لوحة جميلة رسمت هنا تاء التأنيث الساكنة ورسمت لوحة جميلة رسمت تاء الفاعل طبعا أكو فرق بين تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل من الشفون الفعل بها تاء آخرها تاء ساكنة أقول تاء التأنيث الساكنة يعني عليها سكون تاء التأنيث الساكنة وإذا عليها الضموة أقول تاء الفاعل تمام سؤال الخامس يقول اجعل كل فعل من الأفعال التالية معرب مرة ومبني مرة أخرى طبعا هنا الأفعال هنا المعرب وهنا المبني طلبه طلبه يطلب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه لما أطلب فعل ماضي مبني على السكون لعبه يلعبه إلعبه أنعمه ينعمه إنعمه انصرفه ينصرفه انصرفه اعتدله يعتدله اعتدل سؤال السادس ميز بين المعرب والمبني أولا قال تعالى أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم المعرب الصراط المستقيمة المبني هنا ناء والذين أسحنا المعرب شنوى الصراط والمستقيمة والمبني اهدنا ناء هذه ناء مبنية والذين هذه اسم موصول مبني سؤال السابع اعرب ما تحته خط ألف سيبويه كتابا في اللغة العربية سيبويه اسم مبني على الكسر في محر رفع فاعل سيبويه اسم مبني على الكسر في محر رفع فاعل كتابا مفعول به منصب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره يلا عيني عشر أسئلة كتابت سؤال الثامن يقول استخرج الأعلام وبين أنواعها جناء بابل المعلقة أحدى عجائب الدنيا أقول جناء والمعلقة هذا شنوى مركب إضافي في مسلة حمرابي وضعت أقدم القوانين حمرابي والقوانين هذن الثنات سن عالم لمفرد سؤال التاسع من الفرق بين الجملتين الآتيتين اشتريت الكتابة اشتريت كتابا الجملة الأولى اشتريت الكتابة أقول يعني كتابا اشتريت كتابا أقول كتابا كلمة نكرة غير معروفة لدى المتكلم أو السامع اشتريت الكتاب هذه الكتاب اشتريت الكتاب معروفة يعني أنا عرفت الكتاب عرفت الكتاب بها ألف ولام لكن الكلمة الأولى نكرة اشتريت كتابا اشتريت الكتاب هذه اشتريت الكتاب هذا نكرة وهذه معرفة اشتريت الكتاب اشتريت الكتاب هاي كلمة نقول معرفة اشتريت كتابا ما عرف يا كتابا نكرة طبعا نكرة هذه نكرة هذه كتابا هسا هذا كتابا شقول كلمة نكرة غير معروفة الكتاب معرفة الكتاب معرفة تمام قيل الوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة حول الاسم المعرفة إلى نكرة هنا عدنا اسم معرفة أحولها إلى نكرة بأل نازم لا يتوقف وقت عندما تتعطل ساعة لا يتوقف يعني نقول حول الاسم المعرف بأل إلى نكرة هنا عدي الوقت هذا معرف بأل بأل فلام حول إلى نكرة أقول لا يتوقف أقدم وقت أول مرة لا يتوقف بعدين وقت عندما تتعطل الساعة إن شاء الله هذا النموذج تستفادون من عنده وإن شاء الله توفيق اشتركوا في القناة